بسم الله الرحمن الرحيم في 2012 الامبياد لندن طبعا كانت في شهر مرمضان في الوقت هذا أنا طبعا طلب في الإقوام في قلانة البيين سبورت وفي الدوحة طبعا رحنا الدوحة على أساس أن التعليق على مبارات كرة السلة في بطولة أولمبياد لندن ودورة العام بلومبية في لندن طبعا كانت تجربة بصراحة أنا ذكرت بأن أنا كنت لاعب وكنت حكم لكن التعليق بصراحة كان متعة الاختيار كان جدا مشكورين على الإخوان اللي كانوا في ذاك الوقت موجودين يعني أنا خلط تجربة جديدة المبارات طبعا اختلافها اختلاف الوقت ما بين الدوحة اللي هو ولندن كان في فرق بالساعات وكان مبارات تقام في وقت احنا يعني كنا صايمين يعني كان اي وقت الفطور واحنا نعلق على المبارات طبعا هي تجربة جديدة انك انت تكون صايم وتعليق طبعا تعليق غير اللعب لانه لانه يبيلك تركيز ايضا يبيلك يكون عندك لمحة تكلم عن اللاعبين تكلم عن وضع الفراغ وضع البطولة افضل النتائج افضل المسجلين افضل الرباوندر افضل الاسس هذا لكن لا لازم تتكلم عنه انت تكون محضر لكن سبحان الله وانت صايم لا وقع اكثر كأن يعني ممكن يؤذن وانت في نص المبارات ما تقدر تهدي المبارات تكمل مباراتك هذا طبعا الاخوان هناك ما كانوا كانوا مجهزين كل الامور في كانكافتيريا كامل في فطور كامل جميع الانواع للي يكون فاضي حتى يعني مجهزين ايضا اذا انت ما تقدر تروح وتقريبا بداية المبارات هو بداية الفطورة بداية الفطار واذا المقرب كانوا مجهزين وجبات خفيفة للمعلقين يوصلونها لهم للكابينة اللي كانوا يعلقون فيها مع الماي مع اللبن مع العصير يعني كانت تجربة بـ 2012 يعني وكان الممتع فيها ان احنا كلنا اغلب الضيوف كنا في فندق واحد في الدوحة من ضمن الضيوف اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت كان لعب منتخب مصر المدرب فارغ جعفر وكان طاهر ابو زيدة ايضا موجودين يايين طبعا للبطولة كان وقت يلعب منتخب مصر الشقيق في أولمبياد لندن وكانوا يايين كمحللين للبطولة وكنا يعني كان وقت جميل كنا نقعد نسهر بالليل طبعا بعد ما قلص نرجع للفندق كلنا في عاملين مثل الدوانية نقعد قبل السحور كنا عاملين مثل الدوانية كنا نقعد وكنا نقعد ونسولف سوالف يعني جميلة عن الذكريات اللي كانوا فيها بالملاعب وهم يلعبون نتكلم عن أيام الرضان اللي كانوا يقضونها وهم كانوا لاعبين وبعد ما حضرنا وشلون التقنا فيهم وشلون اجتمعنا كلنا كنا مجموعة يعني مو بس من مصر كنا مجموعة من تونس يايين أيضا معلقين محللين من المقرب العربي من الشمال اللي هناك شمال أفريغيا أيضا من مصر من الخليج أيضا مجموعة أنا كنت الوحيد طبعا من السلة فكنا نقعد نتكلم قبل السحور رحنا السحور تعال شوف يعني مجموعة كلها كانت مجموعة حلوة ومجموعة كانت تتكلم كلها رياضة وكلها قشمرة وكلها كان يعني وقت رمضان صراحة 2012 المبياد لندن لا يعني مثل ما نقول لا ذاكرة حلوة في بالي أنا أتكلم التقنا في ناس يعني يمكن لو استمرنا سنين ما نلتقل فيهم لكن الفرصة اللي جمعتنا معهم وكانت أيضا بشهر رمضان كان بالصدفة معنا بنفس الفندق كان ساكن وكان مدعو معنا في أيام البطولة هذه وكان يتكلم عن شهر رمضان والصايم اللاعبين وهم صايمين لأنه كان بعض اللاعبين مصر في البطولة هذه كانوا صايمين يلعبون وهم صايمين فكان معنا الكابتن الكبير حارس منتخب الكويت أحمد الطربولسي فالتقينا معاه هناك في نفس الفترة هذه وطبعا صوت العذب وأذانة وكنا نصلي وراه في المسيد ما الفندق كان يعني عمل أيضا جو أيضا كان في مجموعة نقعد ونتكلم وكان معنا وكان مستضيفين يتكلم عن الصحة ويتكلم عن صيام وتأثير صيام على اللاعب لأنه حسب المعلومات اللي عندنا ما كان يفطر حتى لما كان يلعب أيام الملاعب الرملية وأيام الصيام اللي كانت الانبرات تقام قبل صلاة المقرب ما كان يفطر كان يصوم وكملوا صيامه وكان واحدة من بصراحة من المقابلات الحلوة اللي احنا تابعناها هناك معنا كابتن أحمل الطرب والسكام معنا يعني يمكن الشيء اللي كان اللي كان صراحة في ذيك الفترة في هذه يعني في رمضان 2012 اللي كان له تأثير سلبي أني كنت بعيد عن البيت وقعدة رمضان مع البيت والفطور مع الأولاد وطبعا هو حلاوة رمضان الجمعة على الفطور والكل هذا يايب تشريبة وهذا يايب هريس وهذا مسوي شوربة الكل يحاول يبين اللي عنده ومهاراته في الطبق لكن في الفترة هذه اللي أنا كنت في الدوحة كان شوي تأثيرها كنت بعيد عن البيت وكنت بعيد عن يمعة البيت والفطور مع البيت يعني يمكن شيء لا إيجابي وشيء سلبي لكن الحمد لله أننا الأمور هذه يعني البيت متعودين علي وعلى سفراتي خاصة في إن كان في شهر رمضان حتى واحدة من الأمور اللي أذكرها كان يوم الأيام كان عندي أيام عملي كنت بروح مهمة رسمية وكنت مكلف بإن يكون عندي مبارات في رمضان اعتذرت عنها للأسف طبعا كان اه 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 وضع ثقة تفيني في المبارات هذه كانت مبارات قوية اه لكن أنا اعتذرت عنها لأنه كان عندي عمل والتأثير طبعا الواحد ما يقدر يقول هذا عمله وكنت فعلا يعني كنا صايمين وسافرنا في ذاك الوقت كانت صعوبتها أيضا كنت براء الكويت وبعيد عن الأولاد وبعيد عن الجو رمضان يعني جو رمضان صراحة في الكويت عندنا قير سواء الجو الرياضي إن كان جو رياضي أو جو سري أو جو مع الأخوان والزملاء في الدوانيات لها تأثير قير يعني طبعا أنا كنت سافرت ورحت لكن وجودي مع البيت ومع الأولاد ومع الربع حتى في رمضان لها جو ثاني والدوانيات والسهر هذا طبعا الأيام الحلوة اللي قضيناها يعني من الأمور أيضا اللي أذكرها وكننا إحنا يمكن في رمضان تحصل معنا يمكن وايد من الربع كان عندهم ما يصومون فكانت دعواتهم بالخفاء تعالوا نفطر وتعالوا نسوي الأمور هذه وايد كان ندش عليهم نطيح عليهم بالدوانية متيمعين يتقدون فكان كان طبعا كان بالنسبة لهم متعودين لكن الحمد لله بعدها بدوا يصومون وبدوا يكملون لكن هذه واحدة من الأمور اللي كنا نحن نطيح عليهم ها نعلم كنا صغار طبعا نعلم عليكم ها يبين قد ولي ها يبقبوز ولي ها يب تونة ياكل ولي من حاشيم من الوالد تكفون لا تكفون لا تعلمون علينا كان كان وقتها يعني الشباب لكن الحمد لله حسوا بالمسؤولية بعدها وكملوا صيامهم مثل ما نقول بعيد عن عين الوالد موالدان طبعا والدهم وهذه واحدة من الأمور اللي كنا أيضا يعني في ذاك الوقت كان كان حتى حتى الجمهور يحرص أن يكون في رمضان في وقت المبرغات الحضور مبكر يعني يخلصون الصلاة ويون لأن كانت الصلاة تنتملي خاصة في رمضان تعارفين وضع الجيل القديم أو الوقت القديم اللي كان كانت الناس تحضر لأنه ما في مجال أو أماكن تانيو كان الاهتمام بالرياضة لا طابعة خاص ورمضان لا طابعة خاص في المبرغات يمكن بالسنوات الأخيرة صارت مبرغات تقام بالليل في رمضان لكن لازمنا نتذكر الأيام الجميلة اللي كان رمضان في ذلك الوقت حتى اللاعبين صايمين يعني يشعرون بهمية الشهر بهمية اهتمامهم بالصيام والأمور هذه كلها احنا طبعا اه بعد ما ما خلصنا من من بطولة اه اه الامبياد لندن بعد ما رجعت الاولاد كلهم والبيت يطلبوا مني انه خلص يعني اذا كان في اي بطولة في رمضان او اي دعوة اني اعتذر لانه صراحة الجو جو البيت ما كان له يعني مثل ما تقول التجمع اللي كنا لكن الواحد طبعا لازم كثر ما يكون اه حريص على يكون مع البيت والأولاد لكن ايضا حريص انه عنده يقوم في مهام ثانية خاصة اذا كان في دعوة من خارج الكويت في بطولات خارجية يمثل الكويت فيها سواء بالتحكيم او بالتعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر